اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على أهمية ومواصلة البناء على ما تحقق من مجازات بتضافر جهود السلطتين التنفيذية والتشرعية وعزمهم الذي لا ينضب بما يسهم في دعم أوجه التنمية في مختلف القطاعات بروح الفريق الواحد لبلوغ أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عهل البلاد المفدة حفظه الله ورعها جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر الرفاع اليوم مع السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى حيث قال سموه إن المواطنة هو دائما هدف للتنمية التي يسعى كافة أعضاء فريق البحرين لتحقيقها ومن أجله سنواصل دعم كافة الجهود منوها بأهمية تعزيز مسارات العمل على كافة الأصعدة بما يرسخ من مسيرة الوطن المباركة ويحقق النماء والازدهار للوطن والمواطن من جانبه أعرب رئيس مجلس الشورى عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يبديه سموه من حرص على تعزيز العمل الإيجابي المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشرعية بما يعود خيره ونفعه على المملكة وأبنائها ترجمة نانسي قنقر